فاتح اكتوبر موعد الدخول المدرسي بالمغرب موعد اخذ بعين الاعتبار السيرلي جابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح المتعلمين من الفئة العمرية 12-17 السنة والشباب ما فوق سن الثمانية عشر على وجه الخصوص فضلا عن تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب في الأسابيع الاخيرة ولضمان دخول دراسي آمن لجميع المتعلمات والمتعلمين والطر التربوية والإدارية وحرصا على سلامتهم الصحية عملت وزارة التربية الوطنية وتكوين المهان والتعليم العالي والبحث العلمي بتنصيق مع وزارة الصحة على تحيين البروتوكول الصحي الذي سيتم معتماده بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهان العمومية والخصوصية ومدارس البعتات الأجنبية والذي يمكن الاطلاع عليه عبر البوابات الرسمية للوزارة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازي المعمول بها للوقاية من وباء كوفيد-19 وفي هذا الاطار تدعو الوزارة المتعلمات والمتعلمين والأصار إلى مواصلة الانخراط بكثافة في عملية التلقيح التي ستظل مستمرة إلى ما بعد انطلاق الدراسة على مستوى جميع مراكز التلقيح وكذا من خلال الوحدة الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض سواء من أجل تلقي الجرع الأولى والثانية كما تدعو الأصر وباقي الشركاء إلى التعب الجماعية من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية وتمكنها من لعب دوارها في التنشيئات الاجتماعية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها الميلاد اشتركوا في القناة